هناك عدة أمور كنا نقوم بها وسنستمر بالقيام بها طبعا الأمن يبقى أساس العلاقة بين الدولتين وبعد نهاية العمليات العسكرية التركيز الأمريكي كان على الشراكة في مجالات مختلفة مثلا الدفع نحو الاستقرار والرخاء والسيادة قبل كل شيء ونقوم بذلك عبر وسائل مختلفة برامج تبادل نأتي بالعراقيين إلى أمريكا ويزور الباحثون أو غيرهم العراق كذلك النفاذ إلى التعليم العالي في العراق وخارج العراق هناك مبادرات للمقاومة توفر الفرص للشباب العراقيين ليحصلوا على خبراء في المقاولة والعمل مع شركات ومؤسسات موجودة يستفدون منها ونعمل معهم عبر قطاع الغاز والطاقة ولدينا موارد متوفرة وهناك رغبة أيضا في مواجهة مشكلة الفساد المستجرية ولدينا دعم تقنيا يساعد في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر